مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الليلة ستكون لاجواء باردة مرة اخرى وشديدة البرودة ولكن اعتبارا من يوم غد الخميس سيطرق ارتفاع تدريجي باذن الله على درجات الحرارة اعزائي المشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريتج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على صور الأقمار الصناعية لهذا المساء نلاحظ وجود كميات كبيرة من الغيوم بتصل شرق البحر المتوسط قسم من هذه الغيوم سيظهر في سماء المملكة هذه الليلة هناك احتمال ضعيف قد تسبب بعض الرذات الخفيف في فترات محدودة وأماكن محدودة أيضا أما الخرائط التي تمثل درجات الحرارة فنلاحظ أن بقايا الكتلة الهوائية الباردة سيستمر تأثير هذه الليلة وصباح الغد ولكن إن شاء الله الخميس بعد الظهر وبعد العصر ستبدأ الألوان تتغير وهذا دليل على أن هناك ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة وهذا الارتفاع سيكون واضح يوم الجمعة وأيضا سيكون أوضح يوم السبت بإذن الله إذن هناك ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة اعتبارا من يوم الخميس لكن تبقى درجات الحرارة بالنهار أقل من معدلاتها وتبقى تقريبا باردة ليلا الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة إذة البرودة درجات الحرارة متدنية قريبة من السفر المئوي في كثير من المناطق لذلك يخشى من حدوث الانجماد والسقية خاصة في مناطق المرتفعات الجبلية العالية والبادية والسهول الشرقية درجة الحرارة الصغرى المتوقعة واحد درجة مئوي أيضا الملموسة واحدة الرطوبة بحدود 62% أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة لكن ومع حدوث هذا الارتفاع التدريجي ستبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة ومعدل درجة الحرارة العظمى على سبيل المثال في عمان في مثل هذا الوقت من السنة هو 16 درجة مئوي ومعدل الصغرى هو بحدود 6 إلى 7 درجات مئوية لكن غدا الخميس تكون الأجواء مشمسة باردة نسبيا نهارا لكنها صافية وباردة ليلا العظمى بحدود 10 إلى 12 درجة مئوي والصغرى بحدود 3 درجات يوم الجمعة ارتفاع آخر على درجات الحرارة تكون الأجواء ما بين مشمسة إلى غائمة جزئيا والحرارة تتروح بين 12 إلى 14 درجة مئوية والصغرى بتكون بالليل بحدود 6 درجات قريبة من المعدل لكن يوم السبب بإذن الله إن شاء الله ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة توصل العظمى بحدود 13 إلى 15 درجة والصغرى بحدود 6 درجات مئوية الأحوال الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المدن المختلفة من المملكة الأردنية الهاشمية في المناطق الشمالية ارتفاع تدريجي أيضا على درجات الحرارة أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا اربد العظمى 14 والصغرى 7 عجلون العظمى 13 والصغرى 5 جرش 14 إلى 6 المفرق 12 إلى 3 درجات مئوية لكن معظم الأجواء باردة نسبيا نهارا باردة ليلا في المنطقة الوسطى وعمان أيضا الأجواء مشمسة نهارا باردة نسبيا ولكنها باردة ليلا البلقى 11 إلى 4 مادة 12 ثلاثة البحر الميت 19 إلى 12 عمان 10 إلى 3 الزرقى 13 إلى 4 درجات مئوية المناطق الجنوبية أيضا أجواء مشمسة نهارا وباردة نسبيا لكنها باردة ليلا العظمى في الكرك 11 والصغرى 5 الطفيلة 10 إلى 4 الشراه 8 إلى 2 إمعان 15 إلى 5 وخليج العقبة 21 إلى 13 درجة مئوية المناطق الشرقية من المملكة أيضا أجواء مشمسة إلى غائمة جزئيا نهارا وباردة ليلا العظمى في الرويشد 15 والصغرى 2 الصفاوي 15 إلى 2 والأزرق 17 العظمى والصغرى 2 درجة مئوية أعزائي المشاهدين نتمنى للجميع السلامة دائما وأيضا نبشركم أن هناك ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة لكن تدريجي وقليل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريتج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري كابسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة